السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتبعينا يا كرام انا وسلم بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها كده النادي الاهلي هنرد فيها وبكل قوة دادل يا كذيب والشقاعات لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب فالله مصال واسلم واسد وبرك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اول حاجة عايز اتكلم فيها النادي الاهلي يا جماعة هيلعب في افريقيا يوم السبت النادي الاهلي هيلعب في افريقيا يوم السبت وفي الدوري هيلعب يوم التلات يعني يومين روحة بس للعبت النادي الاهلي الزمالك هيلعب يوم السبت في افريقيا برضه وهيلعب يوم يوم الحد اللي هو بعده على طول بيرامدز في افريقيا بيرامدز والزمالك هيلعبوا بعض الزمالك واخد راحة خمس ايام وبرامد زهي بقى واخد راحة أربعة ايام يعني بص لععلك بقى ولا بص لنفسك بقى بص في ورقتك ايه ده؟ يعني الزمالك المدة الزمنية ما بين ماتش المليخ والترجي سبعة ايام راحة مفيش ماتشاط في الدوري الزمالك بلعب في الترجي اول ماتش الزمالك لعبه في الدوري خمس ايام راحة في حين ان النادي الاهلي جي من السودان يومين راحة لعب التالت قدام اسوان قعد ثلاث ايام ولعب سانداونز يومين ولعب الداخلية ثلاث ايام وسافر روح لعب سانداونز ايه ده؟ لمصلحة مين اللي بيحصل ده؟ لمصلحة مين ده؟ حج عامر اللي بيحصل في جدول الدوري ده؟ ماتشاط لفرق بتلعب كل اسبوع كل خمس ايام راحة؟ والاهلي بيلعب مدعوك الاهلي ومطحون الاهلي في جدول كل يومين ماتش وكل ثلاث ايام ماتش في طولة الدوري المصري الممتز حاجة غريبة حاجة تخليك تشوك مش تشوك لقد انت تصل لدرجة اليقين والتأكيد ان في تلاعب قذر في جدول الدوري لصالح نادي الزمالك ضد النادي الاهلي عايز اقول احنا هنبطل لحد امتى كل ما فرقة تقع بسبب الادارات الفشلة يجيبوا الغلط على الوزير والحقنة يا وزير والغي الدور يا وزير يا جماعة في ايه؟ هو انا عايز اسأل سؤال هو الاسماعيلي ده احسن من مين في مصر يعني معلش مع احترامي يعني فيها ايه يعني لما الاسماعيلي يهبط سنة سنتين ويزبط اموره ويرجع تاني فيها ايه؟ ما هو انتو اللي بتغلطه يبقى تشيل تمن غلطتك هو مين اللي جاب الادارة الفاشلة بقيادة يحيى الكومي مش الاسماعالوية ولا الوزير هو الوزير هو اللي راح للاسماعيلي قال له هات يحيى الكومي يمسكك ويغرقك لا جمهور الاسماعيلي والجماعية العمومية في نادي الاسماعيلي فما تجيش بعد ما تغرق وتشيل الطين على دماغك تجي تقول لي الحقن يا وزير الغي الدور يا وزير لا مع احترامك كامل في اندية لا تقل جماهيرية عن نادي الاسماعيلي هبطت للدرجة التانية ويمكن جماهريتها قد الاسماعيلي عشر مرات المنصورة فين؟ الشرقية فين؟ الاندية دي جماهريا اعلى من الاسماعيلي محافظة الاسماعيلي طولها بعرضها بشارقها بغربها مجيش تلاتة مليون تبتتكلم على محافظة المنصورة ولا تلاتة عشر مليون ولا عشرة مليون محافظة الشرقية عدد كبير فالنهاردة مفيش حاجة اسمها اصلي نادي جماهيري مينفعش يهبط لا يهبط طالما نادي فاشل ما عندوش المقومات بتاعت البطولة يهبط يهبط سنتين تلاتة عشرة لحد ما يقف على رجليه وبعد كده يلعب لكن مش كل سنة بقى يجي الاسماعيل افندي يهبط هروح مبوز الدوري ما هيفضل الاسماعيلي كل سنة كده هيفضل معتمد ان فيه ناس بتشيله فيه ناس بتحميه انه هو يهبط للدرجة التانية فيه صورة والسكرين متوزع على السوشيال ميديا واحد اصدقائي الباش مهندس حسن اللي بحترمه جدا قال لي ايه رأيك في الاسكرين ده الاسكرين بيقول ان احمد علي لعب الزمالك السابق ولعب المقاولون والاسماعيلي كان بين ان التصريح ده منسوب ليه على يلا كورة وقال لك انا من تعمدت اضاعة ضربات الجزاء ضد الزمالك لان قلبي لا يطوعني وايضا شيكابالا اكلمني وقال لي احنا محتاجين الفوز عشان نحسم الدورة بصوا يا جماعة اولا اللاعب ما قالش التصريح ده نهائيا والصورة المنتشرة دي صورة فوتوشوب حتى يعني البونت اللي مكتوب بيه الكلام المنسوب لأحمد علي مش هو الفونت او البونت بتاع يلا كورة ده رقم واحد طبعا كلكم عارفين مين بيفوت ومين بيفوتش وكلكم عارفين موضوع احمد علي كامل فاحنا مش محتاجين ان احمد علي يقول اه فوت او ما فوتش او ضيعت ضربة الجزاء او ما ضيعتش ضربة الجزاء هو احمد علي ما بيضيعش ضربات الجزاء اللي قصاد الزمالك يعني لكن التصريح نفسه خطأ تماما مليون في المية وغير موجود تماما بنسبة مية في المية سمير السلمي عايز اقول ان الاعلام التونسي يشتعل الاعلام التونسي يشتعل بعد الفتنة اللي بدأها خالد الغندور وانا بنبه اهو من اولها اهو من بدأ فتنة الترجي والزمالك هو خالد الغندور وكل واحد بقى يعني يتحمل توابع ونتائج لسانه هذا حصاد السنتكم خالد الغندور طلع التاريخ على الترجي وقال ان الترجي كسب المليخ بالحظ وشباب الوزداد بالحظ وبيسعد بالحكام ده اللي قالهم بارح خالد الغندور على قناة الزمالك النهاردة الاعلام التونسي وساميرا السلمي واحد من نجوم الترجي واعلام تونسي قالك الصحافة والاعلام في مصر حاجة صعبة خالد الغندور بيقول ان الترجي بيكسب بالحظ وكسب المريخ بالحظ وشباب الوزداد بالحظ وان الترجي بيسعد لدول المجموعات بالحكام اخر ثلاث سنين واذا فاز الترجي على الزمالك سيقول حظ وتحكيم وربما سحر احنا متعودين على هذا النوع من الصحافة في مصر للأسف طبعا تصريح يحزن يحزنني كمصري ان نوصل لدرجة ان احنا كل كل كلامنا عن الكورة حظ سحر تحكيم انما مفيش كورة مفيش كورة مفيش كورة توجد فيها اشباه خالد الغندور من مسيري الفتن ومن مقدم المبررات الواهية الوهمية لجماهير انديتهم حول الخسائر دائما كابتن محمود جابر بما اننا بنتكلم عن الحظ كابتن محمود جابر المدير الفني المنتخب مصر قبل مباراة السنغال المصيرية في مشوار مصر في تصفيات امم افريقيا مجموعة اللي مصر معرفتش تاخد فيها نقطة ولا تجيب فيها هدف قال جملة يعني موتتني من الدحك صراحة قالك احنا محتاجين شوية حظ احنا محتاجين شوية حظ هو الحظ موجود في الكورة لكن الحظ بيجي للمجتهد الحظ بيجي للعيبة اللي عندها فكر كورة اللعيبة اللي عندها مدرب بيديها تاكتك او جملة تنفزها فمرة تيجي في العرضة ومرة تيجي في الجوم لكن منتخب مصر مع احترام الكامل لكلام محمود جابر حظ ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبله معنى الحظ ايه حظ يا كابتن محمود يا كابتن محمود انتميح في الفنيات انت سفر في الفنيات يا كابتن محمود انا معرفش لحد النهاردة ايه امكانيات حضرتك او مؤاهلاتك وقدراتك اللي تخليك اصلا تبقى موجود في المكان ده هو لو في حظ يا كابتن محمود معلش يعني ما احترامي لو في حظ في الكورة فانك تكون مدير منتخب مصر انت حظك وبختك في العلالي نجمك عالي قوي حظ يا كابتن محمود اللي انت جاي تقول عليه حظ يا ابو حظ انت في ناس قدك عشر مرات قاعدين في البيت في مدربين قدك عشرين مرة قاعدين في البيت وانت بتدرب منتخب مصر بالحظ وبالحب وبالكوسة وبالمجملات لانك غير جدير بتولي منتخب مصر للشابات واحد من الحكام المميزين جدا هو حمادة القلاوي حمادة القلاوي اللي اتكلمنا عنه قبل كده اللي حكم ماتش الزمالك وفاركو 3-0 وقلتلك ان حمادة القلاوي شكله بيدفع التمن بيدفع ضريبة عدم احتواء الزمالك في ماتش فاركو حمادة القلاوي عشان مسمعش الكلام عشان معرفش يكسب الزمالك في ماتش فاركو الرجل بيغيب عن الاسبوع السبعتاشر والتمنتاشر والتسعتاشر مش بس كده لا محمد فاروق بيدحي محمد فاروق وتوفي السيد بيدحوا بالحكم بتاعهم حكم اللي مغلدش اي غلطة في ماتش الزمالك بيعقبوه وبيربوه وبيقدبوه انه ينزل درجة تانية امنت بك يا رب حكم المحترم اللي ستايل اوروبي وحكم مميز جدا اسمه حمادة القلاوي عشان معرفش يحتوي الزمالك ومعرفش يخالف ضميره وحكم بما يرد الله منزلينه يحكم ماتشات درجة تانية ومبيحكمش دورة ممتازة لكن لو كان بعد ضميره كان زمنه دلوقت رايح مع رمز جلال في رمضان لو كان بعد ضميره كان زمنه دخل القيمة الدولية السنة الجاية هو ده جزات الحكام اللي عندها ضمير هو ده جزات الحكام اللي عندهم ضمير النهاردة مدرب ماميولد سانداونز رولاني مكوينة حكم المدرب بتاع سانداونز قال كلام محترم جدا كلام تاخده كده ويتلبسه في وش مسؤول الهلال على طول ادهالهم في وشهم مسؤول الهلال السوداني والصحافة السودانية والإعلام السوداني اللي بيطالب ان ماتش الأهلي والهلال ميتلعبش في مصر ويتلعب برا مصر لأن بتوع الهلال خايفين على نفسهم نهاردة تصريحات مدرب سانداونز بترد على كل الأكاذيب الأكاذيب بتاعت الهلال الرجل بيقول أشعار أشعار على الاستقبال بتاع النادي الأهلي الرجل بيقول أشعار على توفير كل سبل الراحة اللي موفرها النادي الأهلي ده اندال اللي بيدل على اخلاقنا وعظمتنا وأن احنا واجهة مشرفة لمصر والمصريين رولاني مكوينا قال حصلنا على إمكانيات جيدة للغاية في القاهرة من أجل الاستعداد للمباراة هذا الأمر يستدعي شكر الأهلي ومصر لأن الكاف يسمح للفريق الضيف بالتدريب مرة واحدة فقط إلا إذا كانت المباراة على نجيل صناعي فيتم السماح بالتدريب على فترتين منذ وصلنا للقاهرة حصلنا على استقبال رائع وكذا نجد كل وسائل الراحة لكننا لم نأتي لمصر من أجل الراحة أو الوصول إلى الرفاهية التركيز مرتبط فقط بالوصول إلى أعلى درجة إعداد ممكنة كلام لك يا جارة كلام للأشقاء أو اللي بتقال عليهم أشقاء وهم مش عارفين يعني إيه مصر ولا الشعب المصري عايز أقول إن الزمالك والأهلي في آخر أربع مواجهات في أربع ألعاب جماعية هي كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد نادي الأهلي يفوز على الزمالك تلاتة صفر في القدم تلاتة صفر في الطائرة اتنين وتسعين خمسة وستين في السلة وسبعة وعشرين اتنين وعشرين في كرة اليد عايز أقول إن أحد نجوم نادي الزمالك أحد نجوم نادي الزمالك اللي على مشكلة خلال الفترة الأخيرة بقاله شهرين عمل أزمة بقاله شهرين عمل أزمة وعمل مشكلة بعد تصريحات ضد اللاعب استفزت اللاعب خلت اللاعب يخرج برا تركيزه خلت اللاعب ما يسافرش مع بعثة الزمالك لماتش الترجي ولا ماتش المريخ السوداني وبقاله فترة ما بيلعبش اللاعب اتفق مع الوكيل بتاعه إنه يخرج كبري لأحد الأندية الخارجية بالاتفاق مع أحد المسؤولين في النادي الأهلي وإنه يرجع للنادي الأهلي عن طريق هذا الكبري اللاعب ده هيكون موجود في النادي الأهلي في شهر يناير القادم اللاعب ده هيكون موجود في شهر يناير القادم في النادي الأهلي بعد الاتفاق مع وكيله ومع مسؤولين كبار داخل النادي الأهلي كنوع من أنواع الرد القوي على إدارة نادي الزمالك اللي وفقا لكلام الولد أو التصريحات اللي تقالت على الولد ده إنه تم إهانته أو تم الإساءة له بهذه التصريحات وإنه ردا على هذه التصريحات سينتقل للنادي الأهلي هتقول لي مركز الولد هقولك مركز الأهلي محتاجه جداً خصوصاً إن اللاعب اللي بيلعب في هذا المركز هو لاعب محترف كبير في السن والأهلي محتاج بديل أساسي يكون موجود مع هذا اللاعب خلصت أخبارنا ما خلصتش حكايتنا هستنى كل أوراقكم ويتعلاقاتكم أكيد شكراً لكم شكراً لكم